السلام عليكم ماهر زين لنجوم اف ام الجمهور المصري من اكبر الدعمين لي وهذا سر نجاحي نبي سلام عليك حل الفنان ماهر زين ضيفا على برنامج اجمد سبعة الساعة سبعة امس الاربعاء مع جيهان الحلاة عبر اذاعة النجوم اف ام للحديث عن احدث اعماله الفنية ويعمل حاليا على تحضيرات حفله المقرر اقامته يوم الجمعة الموافقة 19 ابريل وقال ماهر زين بحب الجمهور المصري بالتأكيد والداعمين الاساسيين لي على السوشيال ميدي دائما من مصر وعندي جمهور كبير ايضا في اندونيسيا وهي بلد يوجد بها حوالي 200 مليون مسلم وبدأت مصيرتي بالغناء باللغة الانجليزية لذلك جمهوري الاجنبي كبير ايضا وعن اشهر اغانيه على الاطلاق يا نبي سلام عليك قال يا نبي سلام عليك اغنية فيها روح مميزة واجمهور كبير يحب الاغنية ويقومون بغناؤها ولكن لا يعرفون شكليون وهذه هو المهم من رسالة الاغنية وهي محققة مئات الملايين من المشاهدات على اليوتيوب واضاف الاغنية كانت تماف الكولوريات وتراثي قديم جدا وجددنا اللحناءنا والفنان وحمزة نمر واشطلنا عليها بدأنا باللغة العالميات مثل التركي والانجليزي والاردي والعربي ثم عملنا نسخة كاملة بالعربي واخرى بالتركي وتابع النسخة العربيات هي اللي وصلتنا للعالميات وحققت الصد الاكبر وفي كل مكان بروحه الجمهوري بيكون حافظها بالعربي واشار ماهر زين الى ان 30% من اغاني يتحدث خلالها عن متح الرسول عليه الصلاة والسلام موضحا غناء بمثابة الرسالة وان يكون الاسلام اسلوب حياة وغنيت عن كل شيء مثل السماحة والام ولفلسطين ولا افكر ان هذا الامر بمثابة دعوة دينية ولكنها رسالة في الدنيا وعن حفله المنتظر في ساقية الصاوي يوم الجمعة المقبل قال ماهر زين اول اغنية ساقدمها رحمة للعالمين وهي من اشهر الاغان التي يحبها الجمهوري حاليا وها هنا قد وصلنا الى نهاية الفيديو ارجو ان يكون قد نال اعجابكم